يبدو أن موسكو تسعى لتحقيق أهداف جديدة وغير متوقعة في الشمال السوري فتسريبات كشفت عن سيناريو روسي مفاجئ سيطبق في القريب العاجل فما القصة؟ التقرير الإعلامية أشارت إلى أن موسكو تسعى لتحقيق أهداف جديدة في إدلب والمنطقة الشمالية في سوريا خلال الفترة القريبة القادمة الأمر الذي من شأنه أن يحسم مصير الشمال السوري في المدى المنظور فتسريبات أشارت إلى أن روسيا تهدف من خلال التصعيد الأخير في الشمال السوري إلى حرمان منطقة شمال غربي سوريا من أي استقرار الأمر الذي جعل الأطراف المحلية التي تسيطر على تلك المناطق في حالة إرباك دائمة إلى جانب عدم قدرة المعارضة السورية في المنطقة على تثبيت تواجدها على الأرض وأما بخصوص السيناريو المحتمل القادم في إدلب والشمال السوري فأشارت التقارير الإعلامية إلى أن تقديرات الخبراء والمحللين العسكريين تشير إلى أن روسيا والنظام السوري ليس لديهم أي نوايا لتنفيذ عمل عسكري واسع النطاق ضد مناطق سيطرة المعارضة السورية شمال سوريا على الأقل في المدى القريب ترجمة نانسي قنقر